قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ياريت ما تنساش تصلى عن نابي ونشترك في القناة وينفعل الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد ويلا بنا نبتدي عزمة النهاردة بيبدأ فيلمنا النهاردة مع أسرة بينقلوا البيت وسط الغابة وده كله بسبب ان الكهرباء بتنقطع عن العالم كله فبيقراروا ينقلوا حياتهم وسط الغابة علشان يعيشوا لوحدهم بعيدة عن الناس يمكن يلاقوا حياة نظيفة مستقرة عن المدينة بنشوف وقتها تلات أشخاص ركبين العربية أولادهم وباباهم ديفي اللي بيكون سيء العربية ومعها اتنين بنات اللي بيبقى يدوب طلع بهم من الدنيا إيفا وهي بنته الكبيرة وبتحب الرأس جدا علشان كده كانت بتاخد كرصات فيه أما كاثرين اللي بتبقى الصغيرة فبتحب التعييم جدا علشان كده بتحب تقرى كتير في كل المجالات المهم بينقلوا هم التلات البيتهم اللي موجود في وسط الغابة كل ده لإن الكهرباء قطعت عن معظم دول العالم من غير ما يعرفوا السبب إيه حتى البنزين هو كمان ما عادش حد يلاقيه علشان كده بيبقوا أخذين معهم آخر جيركن بنزين من المدينة وإذا اللي طلعوا به من هناك قبل الكهرباء ما تقطع بيوصلوا للبيت وبيدخلوا علشان يحضروا الأكل بتاع اليوم لكن علشان الموارد بتبقى ضعيفة فما بيبقاش معهم أكل كتير بس ممكن يقضيهم فترة كويسة لحد ما يشوفوا الدنيا توديهم لحد فين وبالليل بيبقوا قاعدين مع بعض يتابعوا الأخبار في التلفزيون فبيعرفوا إن الكهرباء قطعت عن 500 مليون شخص في العالم وبدأت تقطع عن العالم كله تقريبا نهاية العالم جد لحد ما بتقطع الكهرباء عن البيت بتاعهم هو كمان وبيبقى المكان عبارة عن عدمه وبس لكن المشكلة إن كاثرين بيتبقى عندها متحن مهم فبيبقى بالنسبة لها مشكلة علشان عاوزت ذاكر ومش عارفة فبيتروح لبابها علشان يلقلها حل فبيقولها إنها تحاول تذاكر بالكشاف لأن الكهرباء قطعت عن العالم كله ومش عارفينها ترجع أمتى فبتضطر إنها تروح تذاكر بالكشاف بس وهي بتذاكر الكشاف بيفصل شح وبتروح للعربية علشان تجيب الكشاف الثاني لكن المشكلة إن وهي رجع بتنسى باب العربية مفتوح فبالتالي الكشافات بتاعت العربية بتفضل شغالة طول الليل والبطارية بتاعت العربية بتنايم وتاني يوم بيبقوا عاوزين ينزلوا المدينة علشان يدوروا على بنزين يشغلوا به مولد الكهرباء بس بيتفاجئ ديفي إن البطارية بتاعت العربية نايمة وهنا بقى بيبدأ يتعصب ويسأل عن من آخر حد كان فتح العربية فبتقول له كاثرين إن هي آخر واحدة علشان كانت بتجيب الكشاف وبتعتذر له لأنها ما أكدتش إن الباب تقفل ولا لأ فبيروح ديفي للجارش علشان يجيب بطارية تاني علشان تساعدوا وينقل تاقت البطارية للعربية بس بيطلع كل ده بدون فايدة لأن البطارية بتكون مركونة بقالها فترة كبيرة علشان كده ما بيطلعش طاقة فبيستغلوا العدد بتاعهم وبيقرروا يزوقوا العربية لكن ده برضو بيكون بدون فايدة علشان البنتين بيبقوا يعيني ضعاف وما بيقدرش يزقوها وبيحاول ديفي يلاقي أي حل علشان يشغل العربية بس كل المحاولات بتبوء بالفشل وفي الآخر بيستسلموا وبيرجعوا للبيت لكن بيسمعوا في الراديو لنهاية العالم قربت علشان الكهرباء بدأت تختفي من العالم بدون سبب واضح وبتطلب الحكومات من الشعوب إنهم يرجعوا للحياة البدائية لحد ما يشوفوا حل للمشاكل اللي هم فيها ويحلوا الموضوع ده بس بيزيد الوضع بالنسبة لهم والراديو هو كمان بيفصل فبتحاول كاثرين إنها تشغل الراديو لكنها ما بتعرفش وبيخافوا كلهم وبيحسوا فعلا إن نهاية العالم قربت وتاني يوم بتحاول كاثرين إنها تعمل أي حاجة علشان الراديو يشتغل وفي الوقت ده بيجي ديفو بيقول لها إن جات له فكرة يشغل بيها العربية وبيأخذ البنتين معاه وبيروحوا للعربية وبيبقى واخد معه منشار كهربائي وبتبقى دي الفكرة اللي هينفز بيها خطته علشان يشغل بها مطور العربية فبيوصل السلوك بتاعة المنشار للبطارية بتاعة العربية وبيبدأ يشغلوا فبتشحن البطارية بتاعة العربية وبالدور فبيفرحوا كلهم جدا علشان لقوا وسيلة توصلهم بأمان وسط الغابة وكمان علشان هيقدر يروح المدينة ويشتروا من هناك أكل ليهم وهم ماشيين في الطريق بيلحظوا إن كل البيوت فاضية وإن الناس كلهم سابوا بيوتهم بعد الكهرباء ما قطعت يعني كل الناس بدأت تهاجر لأماكن بعيدة علشان يلقوا كهرباء فيها فبيخافوا جدا لأن بكده كلهم هيقتلوا في بعض علشان يلقوا أكل وبيوصلوا للمدينة وبيروحوا على البنزينة علشان يشتروا بنزين وكمان أكل من السوبر ماركت لكن أول ما بيدخلوا ما بيلقواش بنزين فيها فبيدوروا على أكل وأول ما بيدخلوا السوبر ماركت بيظهر لهم استاني اللي بيبقى شغال في المكان ومعه بندقية فبيبقى نفكرهم عصابة من اللي بيسرقوا الأكل لكن لما بيتطملهم وبيلاقيهم أسر عادية بيسيبهم ياخدوا الأكل اللي هم عايزينه بس لما بيدخلوا بيلقوا المكان كله فاضي لأن الناس ما سابوش فيه أي حاجة اللي خدوها فبيدور ديف ويبناتوا على أي حاجة موجودة يخدوها وبينقولوا كل اللي لقوا للعربية وبيديهم استان ترتونة مليانة شمعه دية وبيعد شهرين وكل يوم الوضع بيزدد سوء لأن الكهرباء ما بترجعش من تاني وكل يوم الناس بتقل حتى الأكل والمية ما فيش حد يلاقيهم وبييجي يوم الامتحان بتاع كاثرين وبتبقى تأخارت جدا في الامتحان فبيقلق عليها ديف وبياخد معها إيفا وبيطلعوا علشان يدوروا عليها لحد ما بيجي الليل وهم مشين في الطريق ولما بيوصلوا بيلقوا كاثرين كان مغمى عليها بسبب كتر المذاكرة فبتخدها إيفا وبترجعها للعربية وبيرجعوا كلهم لطريق البيت وطول الطريق بيبقوا بيغنوا علشان ينسوا المشاكل اللي هم فيها لحد ما بيلقوا اثنين وقفين جنب العربية في الطريق فبيفكرهم ديف إنهم محتاجين مساعدة وبينزل فعلا علشان يساعدهم لكن واحد منهم بيهددوا وبيطلب منه يرجع للعربية بتاعته وهنا بنعرف إن الاثنين دول حرمية وكانوا وقفين جنب العربية علشان ياخدوا منها البنزين بمعنى أصحة يسرقوه علشان كده ديف بيسيبهم وبيرجع بسرعة للعربية قبل ما يعملوا حاجة له والبناتو وبيرجع للعربية وبيسوق بسرعة قبل ما حد فيهم يلحقوا وبيقدروا يوصلوا للبيت فأمان وتاني يوم لما بيصحوا من النوم بيقول لهم ديف إنهم هيفضلوا في البيت دال فترة طويلة علشان لو رجعوا للمدينة فده هيبقى خطر عليهم لأن الناس هناك بقوا بيقتلوا بعض علشان لتر البنزين أو شوية كهرباء فبتتعصب كاثرين جدا علشان خايفة على الامتحان بتاعها وبتخرج تمسك البلطة وبتفضل تقطع خشب فبيروح ديف وراها وبيحاول يهديها وبيقول لها إنه خايف عليهم لأن البلد ما عادش فيها قانون بسبب قلة الكهرباء والبنزين بس كاثرين بترد عليه بطريقة مش حلوة وفي الوقت ده بتكون إيفا جايب حاجة لديفو بتدهاله وبيزعل ديفو بيقوم ياخد المنشار الكهربائي وينزل للغابة علشان يجب خشب يقدروا ينوروا به البيت وبتدخل كاثرين علشان تذاكر وإيفا بتروح ترقص علشان تهدى عصبها من اللي هي فيه أما ديف فالمصمر بتاع المنشار بيتفك من غير ما ياخد باله فبيقع المنشار على رجل ديفو بيعوروا بجرح كبير جدا وهنا بيصرخ من كتر الألم فبتصنعوا كاثرين وإيفا وبيجروا عليها علشان يلحقوه وأول ما بيوصلوا بيلاقوا نايم في الأرض ورجلو بتنزف دم كتير لأن الجرح بيبقى في شريان الفخت وإذا خل دمه كله يتصفى فبيحاولوا يلحقوه بسرعة بأي طريقة لكن الوقت بيكون خلاص عدة فبيقعدوا جنبه علشان يخلوا بلهم منه وبيعرف ديفو إن هيتو قربت خلاص وهيموت لكنه بيبقى الآن على بناته وبيوصيهم يخلوا بلهم من بعضهم وإن ما عدشي لهم في الدنيا دي غير بعض وبعدها بيموت فورا وبيناموا هما الاتنين في حضنه الآخر مرة وبالليل بيصحوا على صوت حيوانات الغابة واللي بيبقوا خايفين ليهجموا عليهم ويكلوا باباهم أو يؤذوا حد منهم فبتقيد كاثرين الكشاف ناحيتهم فبيخافوا ويمشوا والتاني يوم بيروحوا الغابة وبيحفروا حفرة كبيرة علشان يدفنوا باباهم وبيبقوا زعلانين جدا ومأهورين لأنهم مش عارفين هيعملوا إيه بعد مدباباهم وبيرجعوا للبيت وهم زعلانين جدا فبيفضلوا طول الليل في حضن بعضه وهم بيعياته وبيعد شهر على الحادثة دي وبنشوفهم وهم خلاص تكيفوا مع الوضع الجديد وبيبقى فتر كل واحد فيهم عبارة عن بيضة واحدة وكباية مية طبعا البيت ده جاي من الفراغ علشان الناس اللي هتسأل يعني الفراغ دي بقى جاي منين المفاجأ ان بيبقى عندهم فرختين سايبينهم من زمن في المزرعة علشان يبيضوا ويكلوا منهم وكل يوم بتروح كاثرين للمزرعة علشان ترموا البيت ويتجيبوا للبيت المهمة بتجيب إيفا جركن البنزين علشان عاوزة تشغل المولد لأنها تعبت من كتر الرأسة على صوت الآلة اللي صوتها بقى مزعج جدا لكن كاثرين بتعترض عليها لأنها شايفة انهم لازم يحافظوا على البنزين اللي معاهم بأي طريقة علشان لو اضطروا انهم يستخدموه في يوم ويجيبوا حاجة من المدينة أو حتى يستخدموا المولد في حاجة مهمة ده كله بقى بيزعل إيفا منها لأنها عاوزة ترقص على صوت الموسيقى علشان بقالها زمان مر أصدش على صوت موسيقى وبتسيبها وتمشي وهي متضايقة لا دي كمان بتدخل قضتها وتقفل الباب على نفسها والثاني يوم بتروح كاثرين من البيت علشان تجيب البيض لكن أول ما بتوصل للمزرعة بتلاقي الفراخ ماتت ومعدش فاضل منهم غير شوية ريش وهنا بتجي الصدمة أول ما بتشوفهم ميتين لأن ده كان الغدى الوحيد بتاعهم طول الفترة دي وبنعرف إن الحيوانات البرية هجمت على المزرعة بالليل وأكلت الفراخ علشان كده بترجع كاثرين للبيت وهي متضايقة لأنها مش عارفة هتاكل إيه طول الفترة اللي جاية وبتروح علشان تبلغ أختها باللي حصل لكن إيفا ما بتردش عليها وده بيعصب كاثرين أكتر وبتروح علشان تجهز الأكل فبتخرج إيفا تاخذ أكلها من غير ما تتكلم كلمة وبترجع تاني على قضتها وبتحاول كاثرين تصالحها بس من غير فايدة وبالليل بتبقى كاثرين نيمة على السرير وبتسمع صوت أختها وهي بتصرخ وهنا بنفكرك إنك تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد المهم بقى بنكمل وبتسمع كاثرين صوت أختها وهي بتصرخ فوسة الغابة فبتخرج تجري علشان تلحقها وبتلاقي الخنازر البرية هجم على أختها وعمالة عض فيها فبتهجم كاثرين عليهم وبتحاول تبعدهم عن أختها لكن من غير فايدة لأن الخنازر كانت بتاكل في أختها وطبعا كاثرين كانت بتصرخ جدا وبنكتشف بعد كل الأكشن ده من كاثرين أصلا كانت نيمة وبتحلم وبنشوف إيفا وهي بتحاول تطمنها وبتحضنها علشان تهدى وبتعد الليلة وبيرجعوا الأختين يكلموا بعد عادي من تاني وكمان بتعد فترة على اللي حصل ده والدنيا بتبقى بتمطر كل يوم شوية طبعا البيت بيبقى متهالك ومحتاج شوية ترميمات لكنهم مش عارفين يعملوا إيه فالميا بتنزل من السطحة جوا البيت وبتبقى كاثرين أعداد زاكر فبتلاقي ميا نزلة على المكتب اللي قعد عليه وبتقوم علشان تنشف الميا لكنها بتكتشف إن فيه بودة لعبة موجودة في الدرج ولما بتفتحها بتلاقي جواها شوكولاتة فبتنادي على أختها علشان تقسمها معاها لكنها ما بتردش عليها وما بتسمعهاش وإذا بيخلي كاثرين تفتح الغلاف بتاع الشوكولاتة وتأكلها لوحدها ولما إيفا بتوصل بتسألها هي كانت بتنادي عليها ليه فبسرعة بتخبي كاثرين الغلاف بتاع الشوكولاتة جوا البيت وبتقول لها إنها لقت البودة دي في المكتب وجواها تنين لبين فبتفرح إيفا جدا وبتخد واحدة وبتدي الأختها واحدة لكنها بتلاحظ الغلاف بتاع الشوكولاتة موجود جوا البيت فبتزعل أختها علشان أكلت الشوكولاتة لوحدها وطبعا لأنهم ما كانوش أكلوا أي حاجة مسكرة من فترة بس هم وقفين بيتكلموا مع بعض فجأة بيسمعوا صوت الباب وهو بيفتح فبتجري كاثرين بسرعة تمسك البندقية بتاعت بابها علشان تدفع عن نفسها هي وأختها وبتلاقي ماكس زملها في الدراسة هو اللي عند الباب وجاي البيت علشان يتطمن عليها لأنها بقالها فترة مجدش المدرسة ودخلا يقلق عليها علشان كده في دلماشي المسافة دي كلها علشان يتطمن عليها فبيقعدوا يكلوا طول الليل ويتكلموا عن اللي حصل في المدينة وبيقول لهم ماكس إن المدينة ما عدش فيها بشر خالص والناس بقوا بيقتلوا في بعض علشان شوية أكل لكن في مدينة اسمها بوستون بيقولوا عليها فيها كهربة ولسه فيها حياه وناس وتاني يوم ماكس وهو كاثرين بيلعبوا في الغابة وبالليل بيقعد ماكس يعزف لهم مزيكة وقتها ايفا بتتضيق جدا وبتقوم وبتسيبهم لوحديهم فبيستعرب ماكس وبيسأل كاثرين هي لسا بتهم وقامت فبتقولوا إنها افتكرت المسابقة بتاعت الرأس بتاعتها لإنها كانت بتحضر لها دايما ولما الكهرباء قطعت ما عدتش بتعرفت تمرن فبيقول لها ماكس إن التمرين مش هيفيدها بحاجة لإن العالم خلاص بينتهي ومعادش فيه مسابقة تاني وتاني يوم بيصحى ماكس وبيقول لكاثرين على مدينة بوستون وإن معظم الناس انتقلوا لها علشان فيها كهرباء وهم لازم يروحوا هناك علشان يقدر يعيشوا ويكملوا حياتهم فبتقتنى كاثرين وبيروحوا علشان يقنعوا ايفا تروح معهم لكن ايفا بتقولهم إن مدينة بوستون بينهم وبينها مسافة كبيرة وهم علشان يروحوا لها لازم يمشوا مسافة كبيرة وده طبعا هيكون وسط الغابة اللي مليانة حيوانات مفترسة ولوما متوش من الحيوانات هيموتوا من البرد علشان كده بتقولهم يروحوا هما ويسيبوها لوحدها فبتبدأ كاثرين تجهز نفسها علشان تروح مع ماكس وتاني يوم بتودع ايفا وبتاخد حاجتها وبيمشوا وطبعا اللقاء ده بيكون كل عياد جامد لأنهم أول مرة بيبعدوا عن بعض للأبد وايفا هتفضل لوحدها فوسط الغابة ويعالم هيتقابلوا تاني ولا لا وبعد ما بتمشي كاثرين شوية وسط الغابة بتفتكر كلام باباها وصيتوا لها هي وأختها وإنهم يفضلوا مع بعض دايما فبترفض إنها تكمل مع ماكس وبتقرر إنها ترجع لأختها تاني وأول ما بتشوفها ايفا بتقابلها بالأحضن والعيات لأنها كانت متخيلة إنها خسرتها للأبد وبيعدي ست شهور على العالم من غير كهرباء وبنشوف ايفا وكاثرين وهم خلاص تكيفوا مع الوضع لدرجة إنهم بقوا يكلوا نباتات المفيدة وكمان بيدوروا على النباتات اللي تساعدهم في العلاج من خلال الكتب وبالليل بيقرروا هما الاتنين إنهم يحتفلوا بمناسبة مرور 6 شهور وهم عايشين وبتقرر كاثرين بالمناسبة إنها تشغل المولد لمدة ساعة علشان يحتفلوا ولما بيشحن الموبايلات بيلقوا الشبكة فصلة خالص وما فيش أي شبكة تدخل لهم وده معناه إن ما عادش في حياة خالص في العالم وكمان ما بيبقاش التلفزيون شغال فبيقرروا إنهم يشغلوا الفيديوهات الأديمة اللي كانوا مسجلنها وبيتفرقوا على باباهم وهو بيلعب معاهم فبيفتكروا الوقت اللي عد على موته وهم عايشين من غيره وبيبقوا زعلنين جدا على موته والتاني يوم بيبدأ يوم جديد في حياتهم وبتروح إيفا علشان تقطع الخشب اللي هيولعوا به النار أما كاثر فبتقرر تنزل للغابة علشان تجمع النباتات كالعادة وبعد ما بتدخل كاثر للغابة بيظهر استان صاحب السوبر ماركت لإيفا وبيبدأ يتكلمه مع بعض عن الكهرباء والبنزين وبتحس إيفا بالخطر من ناحيته وبتقوله إن باباها زمانه جيد الوقت وهو لازم يمشي لكن استان بيقطعها وبيهجم عليها وكمان بيغتصبها وبيسيبها مرمية في الأرض مغمى عليها وبيدخل ياخد جيركن البنزين من جوة وبيسرق العربية وبيمشي بيها وبترجع كاثرين من الغابة وبتلاقي أختها مرمية على الأرض فبتجرع عليها بسرعة علشان تفوقها وأول ما إيفا بتفوق بيكون جالها صدمة من اللي حصل لها وبتفضل تعيط وتصرخ بعد اللي حصل فبتحاول كاثرين تهديها وبتدخلها البيت وبتفضل تدويها لكن كل ما بتجيب لها أكل إيفا ما بتردش تاكله فبتحس كاثرين بالخطر وبتروح تقفل كل الشبابيك والأبواب بالخشب علشان محدش يدخل لهم وكمان لما بتلاقي أختها حالتها صعبة بتروح تشغل المولد نسيت أقول لكم أن كاثرين كانت مخبية البنزين في جركن تاني غير الجركن اللي أخده ستان يعني ستان كده أخذ بومبا وبدل ما ياخد البنزين أخذ الميا المهمة بتشغل كاثرين المولد وبتبدأ تشغل الموسيقى لإيفا علشان تفوق نفسها فلما بتفوق إيفا بتلاقي الكهرباء حواليها بتستغرب إزاي الكهرباء شغالة واستان سرق البنزين منهم فبتفتكر نفسها بتتخيل وبتنم تاني وبيعدي 8 شهور على انقطع الكهرباء وبنشوف البنتين وهم بيحاولوا يدوروا على أكل وسط الغابة لكن الأكل بتاعهم بيكون خلص لأن عدى فترة كبيرة عليه وهم بيأكلوا كل يوم منه حتى اللي بيبقى فاضل منهم بيكون عفن فبتحاول كاثرين تدور على أي أكل وبتكتشف إن بابها سيبلهم رسالة مهمة ولما بتفتحها بتلاقي جواها حبوب أرع فبتروح تحفر علشان تزرعها لكن وهي بتحفر بتلاقي صخرة كبيرة اللي لما بتحول تشيلها ما بتقدرش وظهرها بيوجعها فبتفضل تصرخ بصوت عالي فبتسمعها إيفا من جوة لكن بيكون عندها صدمة وخوف إنها تخرج برا لكن في النهاية بتستجمع قوتها وبتخرج تساعد أختها وبتدخل البيت وبتحاول تدويها وبتحكي لها قد إيه هي بقت خايفة من العالم برا لكن مرة واحدة إيفا نفسها بتغم عليها وبتبدأ ترجع فبتكتشف كاثرين إنها حامل من استاني اللي اغتصبها وبتطلب منها إنها تنزل الطفل قبل ما يكتمل بس إيفا بترفض وبتقول لها إنها مش عاوزة تخسر حد تاني وبتقرر تصيب الطفل لحد ما تولده وبيعدي 15 شهر على انقطاع الكهرباء وبتكون بطني إيفا خلاص كبرت فبتقول لها كاثرين إنها محتاجة للغزة علشان تقدر تولد بشكل طبيعي وخاصة اللحم علشان البروتينيات اللي فيها فبتخرج كاثرين تدور على أي حيوان تصطاده لحد ما بتلاقي خنزر بري فبتفضل مستنية لحد ما بيقرب منها وبعدين بتقتله بالبندقية وبتنزل تقطع في اللحمة بتاعته وبتبين قد إنها بقت متعايشة مع الوضع وبيسووا الأكل وبيفضلوا ياكلوا هما مبسوطين وبيعدي كم يوم وبيسمع صب برة في البيت ولما بتروح كاثرين تبص بتلاقي سقف البيت بدأ يقع وده لأن البيت متهالك جدا فبتقول لها كاثرين إن عندها مكان سري باباها كان عاملوا ليهم وهيبقى أمال لهم قبل البيت ما يقع فقهم فبيقرروا إنهم يلموا حاجتهم وينقلوا للمكان ده بس بيحرقوا البيت علشان لووصل ليه يفتكروا إنهم اتحرقوا معاه وما يدوروش عليهم ويقتلوهم وبينقلوا للمكان السري اللي بيطلع بيت في الشجرة وبييجي معاد ولادة إيفا وبتولد طفل ولد ولما بتولد الطفل وبتقوم بالسلامة بيقرروا إنهم يمشوا وسط الغابة علشان يدوروا على مكان يعيشوا فيه بسلام علشان محدش يقدر يوصلهم ويأذيهم وقبل ما اختم كلامي تخيل كده الكهرباء بتقطع عن العالم كله ونرجع تاني كلنا للعصر البدائي هتعمل إيه؟ ويا طرع عمل حسابك ليوم زي ده؟ ولا لا؟ وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة أتمنى الفيلم يكون عقبكم ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد والسلام